السلام عليكم فاكرين الممثل مصطفى درويش اللي اعتذر عن فيلم المرحد اللي إبراهيم عيسى كان عايز يعمله الممثل ده مات مبارح والناس بتترحم عليه عشان ما يوقفه ده أنا تكلمت عنه عبل كده وعرضت كلامه وهو بيقول واضح إن الحرب دي ممنهجة وأنا لا أقبل أبدا أن أكون أداه للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه وقال أيضا إنه مش هيكمل في القرف ده دي الحاجة اللي الناس دلوقتي فكرهاله ومش نسيهاله أبدا لكن المهم في الموضوع ده هو إن الطريقة اللي مات بيها مصطفى درويش تسمى موت الفجأة موت الفجأة يعني إيه يعني تبقى قاعد كده حضرتك ومرة واحدة يداهمك الموت بلا مقدمات مش تبقى عيان والدكاترة يقول لك إنك في أيامك الأخيرة وتبدأ بقى حضرتك تستعد للقاء الله سبحانه وتعالى فتصلي وتسوم وتقرأ القرآن لا 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 موت الفجأة يأتي بغطة دون إنذار أخو مصطفى بيقول إن مصطفى تأخر في نومه لغاية موعد الإفطار وفطر وطلع يكمل نومه لكنه نزل فجأة على السلم وهو بيشعر بألم وما كانش قادر ياخد نفسه حتى مات كده يا أخي في لحظات سريعة جاء ملك الموت وأخذ الروح وذهب هذا الموت يقول عنه النبي صلى الله عليه وسلم إنه من علامات الساعة كتير بنسمع عن فلان كان قاعد كده ومرة واحدة مات كده بدون مقدمات والموت ده حصل قبل كده أيام النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض الناس واحد بيسأل الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول له يا رسول الله إن أمي افتلتت نفسها يعني ماتت كده فجأة بيقول وأظنها لو تكلمت تصدقت يعني لو كانت لاحقت تتكلم كانتها تتصدق فهل لها أجر إن تصدقت عنها قال نعم طيب الرجل ده رجل عائل وقيدل يفهم أمه كانتها تعمل إيه لو كانت تتكلمت قبل الموت طيب أنت بقى كواحد جوى الوصل الفني تضمن منين أن أولادك أو إخواتك هيفهموا أنت عايز تعمل إيه قبل الموت وكمان في الوصل الفني اللي أنتم عايشين فيه ده بالله عليك هل تفتكر إنه موتك ده لو موت دلوقتي ده موت يرضي ربنا سبحانه وتعالى عنك حواليك المعاصي بجميع الأشكال الذنوب محيطة بيك من كل جانب يا جماعة أنا عندي رسالة لهؤلاء الفنانين والممثلين كل واحد فيكم تفتكروا لو قالوا النهاردة ملك الموت أو قالوا دلوقتي تحب فعلا أن ربنا يقبض روحك على وضعك الحالي هل أنت بوضعك الحالي ده مستعد للقاء الله أنت عرف أنك هتموت هتموت صح وبعد الموت في قبر وفي سؤال الملائكة في القبر وفي نعيم أو عقاب وفي بعد كده يوم من الأيام وفي حساب أسألك بالله أنت شايف نفسك جاهز حاليا أنك تقابل ربنا سبحانه وتعالى طبعا الواحد بيكون جاهز لهذا اللقاء بالإيمان وبالعمل الصالح طيب تفتكر أنت لو موتت دلوقتي موت الفجأة ده هل هيكون موتك على عمل صالح طبعا أنت مش عارف أنت هتموت أمتى ولا عارف أنت هتموت إزاي بس أنت عارف ومتأكد أنك هتموت زي ما كلنا هنموت كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون قل لن ينفعكم الفرار إن فررتم من الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد الموت يأتي بغتة ولا ينتظر أحدا وبعد الموت إما جنة أو نار إما نعيم أو جحيم فلماذا تضيع نفسك وأنت تعلم كل الناس اللي ماتوا كانوا برضو عايشين زينا وكان عندهم أحلام وأمال وطموحات عايزين يحققوها لكن الموت لا يرحم أحدا ولو الناس دي رجعت النهاردة تاني للدنيا هتتمنى إنها ترجع عشان تعمل أعمال صالحة حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت مع الأسف فات الأوان كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون إنه وقت التوبة إنه وقت العودة والأوبة إنه وقت الرجوع إلى الله لو رجعت الآن إلى الله فالله الرحيم الكريم يخبرك أنه سيغفر لك كل الذنوب إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ما فيش أكرم من رب العالمين ما فيش أرحم من رب العالمين ما فيش ألطف من رب العالمين كل سيئاتك تتحول لحسنات عشان كده أنت لازم ترجع وتتوب إلى الله سبحانه وتعالى ابعثوا جماعة الحلقة دي للممثلين والفنانين والكل إنسان أنتوا شايفين أنه هو بعيد عن ربنا لعل ربنا يهديه وأننا نكون سبب في هدايته ما تنساش تصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته